صباح و أهلا و سهلا على قناة. اليوم سنتحدث عن الإعلان الذي عملته شركة شاومي من كم يوم. نزلت أربع تليفونات من النظام تبعهم اسمهم رادمي. رادمي 11، 11S، 11 برو و 11 برو 5G. بينهم هالأربع الذي نزلوهن، هذا النوت 11، النوت 11 الذي نزلوه، يكون أحسن مميزة فيه خاصة عندما نتحدث عن البجت تليفونات. هذا حقهم 179 دولار في أمريكا. و ليس فقط ذلك، لديهم مميزة جميلة، شاشة كبيرة، بطارية كبيرة، تشريك سريع، و ليس فقط ذلك، سماعة سماعة الكابل التي عيته الهدفون جاك، و ليس فقط ذلك، لدينا الـ IR بلاستر. عدة أشياءات لا نرى حتى بالتليفونات للحق 600 دولار. يلا، شكرا جزيلا على كل الناس الذين من اشتراك. دعنا نتحدث عن الريدمي نوت 11. شكرا جزيلا على الناس الذين من اشتراك فيديوهات جديدة. هذا هو النظام. لدينا العلبة، لدينا الشجر الذي يأتي في قلب العلبة 30 واط، سوف نستخدمه. هذا يعمل في الدول العربية، ولكن في الدول الأمريكانية، او محل ثاني، يمكنكم أن نقوم بالأدابتور، سيقوم بمضبوط. لدينا الـ USB-A إلى USB-C، يأتي الشريط أيضا في قلب العلبة، وهذا جميل جدا، والتليفون كما رأينا من قبل، لديهم عدة ألوان، ولكن لديهم عدة نظامات من هذا الـ iPhone. الموديل الذي لديه هنا هو 64-64، وهناك موديل الثاني 428 للزاكرة، وموديل الثالث ستة جيجابايت، وموديل الثاني ستكون 128 للزاكرة. ولكن كل هؤلاء السعر تبعهم 179 دولار، معناه الموديل الذي لديه هنا، الـ 64-64، هذا هو تبعهم. الحالية فيه هنا، إذا نستطيع استعمال الـ SD كارد هنا، لنزيد عليها للزاكرة، 256-512 جيجابايت، لن يكون لدينا أشكال، لذلك يمكنكم توفروا على التليفون، وعندكم المموري كارد ستتمشي مضبوط. البطارية الموجودة هنا، 5000 ميلي أمبير، نستطيع أن نشارجها 33 واط، سريعة بالنسبة لهذه، وموجود بقلب العرب الشجر. الكاميرايت الموجودة هنا، ثلاثة كاميرايت، الخمسسين ستكون الكاميرا الأساسية، 8 ميكابيكسل ستكون الألترا وايد، وعندنا 2 صغار، 2 ميكابيكسل للماكرو، 2 ميكابيكسل للماكرو، الأدبت حتى نعمل صور للبورتري جميلة، وعندنا أيضا دول تون LED فلاش، لا يوجد ويرلس شارجر، وهذا لطن عمول بين بلاستيك، للأفوق، لدينا شريط الهدفون جاك، لدينا السماعة الوحدة من السماعتين، ستعطينا استيريو سبيكر، وعندنا أيضا الـ IR بلاستر، لنستطيع أن نستطيع التليفون، على التلفزيون التالينا. مثل تلكم، 2 سيم كارد، لديهم LTE، والمماري كارد، لنستطيع أن نزيد عليها، على اليمين، لدينا الـ Volume Rocker، الـ Power Button، و الـ Fingerprint Sensor، في نفس الزر، إذا كنت هنا، نستطيع أن ندور الشاشة، ونستطيع أن نطفيها، ونستطيع أن تذهب بشعة منيح، لا يوجد أشكال، ونستطيع أن لا تأخذ شيء من الشاشة لدينا. الكاميرا السيسي الموجودة، 13 ميجابيكسل، والشاشة هنا موجودة، 6.43 إنش، ستكون Full HD، 90 هرس و AMOLED، كما لديكم، لدينا 4 جيكا بايس للرام، و 64 جيكا بايس للذيكرة، وكما لديكم، هناك موديلات آخرين تستطيع أن تأخذها. نظامنا الموجودة هنا، الـ MIUI 13 على الـ Android 11. لدينا الـ Google Feed موجودة على الشمال، ونستطيع أن نزيد التطبيقات لدينا. أنا مدور الـ App Store، ودينا الاختيارات هنا موجودة، ولكن إذا كنت تستعملوا على العادة، يمكنكم أن تستعملوا. لأننا نستعمل شاومي، لدينا الـ MIUI، لأننا نسحب من هنا على اليمين، ونرى الـ Notification، بسيطة الـ Control Center. إذا نسحب على الشمال، يمكننا أن نذهب إلى الـ Notification، ولكن إذا نسحبنا إلى تحت من هنا على الشمال، تعطينا نفس الشيء. معناته، الـ Notification على الشمال، والـ Toggles على اليمين، إذا نقلب بيناتهم، يمكننا أن ننزل من هنا، ونسحب من هنا، ونسحب من هنا، ونستعمل من هنا، من هنا، يمكننا أن نرى عدة شغلات بينها، لدينا الـ Dark Mode، وعندنا الـ Customization، وعندنا الـ Always On Display، الشاشة الموجودة هنا هي AMOLED، معناته، لدينا شغلات الألوان جميلة، وغير ذلك، 6.43، معناته شاشة كبيرة منيح، وخمسة آلاف بطارية، تستطيع أن تقضيناها مدة طويلة، فإننا نتفرر على فيديوهات، ونعمل عدة شغلات فيها. سنتحدث عن الألعاب، ونتحدث عن كل الشغلات الموجودة فيها، كمان المميزات الحلوة، لكن الشغل الوحيدة التي أريد أن أقول له، هو السعر والمميزات التي أعطونها. لدينا ستيريو سبيكر موجودين، وعندنا الـ IR Blaster التي سيطر على التلفزيون، وعندنا الـ Headphone Jack لانتسمع الموسيقى على التلفزيون، لدينا عدة شغلات جميلة على الشاشة، لأن شاشة كبيرة نستعملها، لدينا ستيريو سبيكر سماعات، وعندنا الـ IR Blaster التي سيطر على التلفزيون، لدينا شاشة كبيرة، وعندنا خمسة ألف ميلي أمبير، نستطيع أن نعود إلى 33 وقت في الشجر، وأنا نستطيع أن نعرفها بشكل مهم، وعندنا أن التلفزيون خفيف، ونستطيع أن نغطيه مضبوط، دعنا نتحدث عن الكاميرات الموجودة هنا، مثل ما تريدكم، 50 ميجا بيكسل ستكون الكاميرا الأساسية الموجودة هنا، نستطيع أن نقوم بعمل الفوتو وفيديو، 1080p 60 لورا، و 1080p 30 لأدام، نحتاجها الـ Pro Mode، نحتاجها الـ Portrait Mode، نستعمل الكاميرات الأدمنية الورانية، نستطيع أن نستطيع الكاميرات الكاملة، 50 ميجا بيكسل، لأن نأخذ صور، Night Mode، Short Video، Slow Motion، Document، وكماناً، وكماناً، كل الأشياء الموجودة مضبوطة، ورغم أن اللمزة الموجودة خلفها 50 ميجا بيكسل، يجب أن نتذكر أن الحاسوب الـ Snapdragon 680 لن يعطينا الأدنة لأدنة لأدنة لـ 4K، سأعطيكم الآن على الكاميرات الأدمنية، والأدنة لأدنة للتلفزيون الجديد، في التطور الآن، نستطيع أن نصور 1080p 30 frames per second على Red 11 اللستقين الـ Pro ها هي غير شيء، والـ Pro 5G أيضًا غير شيء، لكن هنا مستطيع أن نقوم بعمل عليها 1080p 30 ومستطيع أن نقوم بعمل 1080p 60 على الكاميرات التي توجد أهدئ أساسية دعنا نقوم بها هناك، كما نقوم هنا بعمل 1080p 60 ميكسل، نستطيع أن نقوم بعمل 1080p 60، إذا، نذهب للألترا وايد، نستطيع أن نزال كواديات المكعولة للـ 1080p 30 كل الكاميرات الموجودة هنا يضع فينا 10ATP لا تنسوا الحاسوب الموجودة هنا مدرينجر من حيث يكون نحن البروزيز ولكن لذلك لدينا 10ATP موجودة من قدام ومن وراء الكاميرات على الريدمي نوت 11 حسنا كما رأينا الصوت والصورة عليها للكاميرات الموجودة هنا دعنا نتحدث عن السماعات لدينا السماعات الشريط هنا للهاتفون جاك العادة التي نستعملها ودينا ستيريو سبيكور واحد لفوق واحد لتحت يضعنا الصوت عليه للتليفون وصراحة صراحة أنا انصطدمت قد السماعات عاليين موجودين عليه للتليفون دعنا نتحدث عن نياتنا التي نتسمع عنها عادة الالكس كريندو جامبو من NCS ريليس هيا نتسمع أول شيء أقول لكم أن الصراحة بالسعر لهذا التليفون الصوت الذي يطلب من هذه السماعات صراحة كثير كثير منيح أعلى الصوت من التليفون الثاني أنا استعملتها إن شاء الله الوحيد الذي نقوله أنه سيكون أحسن صوت طالع من السماعات لكن يظلوا أن يظهر عالي من إحلالنا وعندما قلت لكم عندنا السماعات الهاتفون جاك إذا كانت السماعات يظهر الصوت أحسن كمان من ذلك الوحيد الذي يجب أن نتذكره أن هذا التليفون خبرته عن التليفون معناه أن نستعمل لأن نتفرج على شغلات لأن نستمتع بشغلات على الإنترنت وعندنا عدة اختيارات مثل ما قلت لكم الـ 64 و الـ 64 و الـ 64 و الـ 128 ونستطيع أن نزيد زاكرة بالـ SD كارت مثل ما نعمل عادة حسنا نتحدث عن الألعاب نستطيع أن نزيد جاكة تربو موجود هنا للسيستام باقينا نزيد على التطبيقات أنا نزلت Top G Mobile عندما ندورها هنا نستطيع أن ندورها ونرى جاكة تربو موجود ونستطيع أن نعطينا الخبر التليفون ونستطيع أن نستعمل السيستام مع جاكة تربو موجود هنا نسخبها من هنا إلى الألعاب نرى التطبيقات لدينا أخرى ونستطيع أن نسجل الشاشة نقوم بعمل كل الشغلات التي أريدها والشغلات اخرى التي تعجبني أنه يمكننا أن ندور تطبيقين في نفس الوقت عندما توجد الإنترنت وعند سأبدو هذه الألعاب مثلا يمكننا أن نستطيع هذا التطبيق يمكنني أن نفتحه porte ويمكننا أن نسكره من هنا ونشرح على الشاشة ونستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن أجلنا وإذا كنت أجلها من شاشة ونستطيع أن نسكرها من خدر الشاشة لتحت. أحسن شيء سنستطيع أن نقوم بإمكاني هذه الشاشة هنا بسبب أن 680 ستكون على سمود والهيئة. هذا سنقوم بإمكاني أحسن صورة. إذا نقوم بإمكاني أحسن صورة نقوم بإمكاني تطعر على الميديوم. لكن بالنسبة لأيضا أن أرى أحسن صورة كيف تصبح مع الإمكانية قد يصبح السرع على اللعبة. سأعود لكم مصدر عن اللعبة PUBG Mobile. اشتركوا في القناة سأعود لكم على الحصول على سناب تراجعها من اللعبة PUBG Mate في الحصول على سناب تراجعها من اللعبة. تراجعها في تلك مصدر الرئيسة. هو ليس كبيرا لما يقوم بتعديل الحصول على سناب تراجعها فراه الشاشة. حلقتوا له التليفون أن السعر رخيص ومميزاته جميلة. تعريباً 180 دولار عندما أعطونا خبرة شركة شاومي بتليفونات كيف تقدر تعطينا التليفونات يسموها البانك في الباك، معنايته يعطونا كثير مميزات ولكن لا يطلبوا كثير مصاري. إذا تفتحوا على تليفون رخيص ومنيح وما أشبه شيء، أعطونا هذا التليفون سيمشي لكم مزبوط. الإمكانيات الموجودة فيها على الأربعة، رغم أن المامورة لا تكون كثير عالية، لا شيء مزبوط، شاومي عملتها مزبوط بـ 113 على أندرويد 11 هنا، وعندنا مميزات حلوة فيها، أنه يمكننا أن نقوم بإمكانك التطبيقات الموجودة وراء، ونستطيع أن نركز على اللعبة التي نحن نلعب. الآن الحاسوب لن يكون أقوى حاسوب مثل ما قلنا مزبوط، 180 دولار لن يعطينا أقوى حاسوب بالنسوق، لكن على القليلة نستطيع أن نرى ما هي الإمكانيات التي تقدر علينا هنا. الشركة نزلت أربع تليفونات، الـ 11S و الـ 11 Pro و الـ 11 Pro 5G سيكون أحسن شيء موجود. إذا جاءنا للتليفون، إن شاء الله سأقوم بإمكانكم فيديو الذي قاله أيضا، لأنني أعطيت أنه بأخر نهار كلنا نحب التليفونات، نحب نعرف ما هي التليفونات التي نستطيع أن نأخذها لتكون رخيصة ومنحة، وأي شيء ستكون الفلاكشب تنزل من الشركات الثانية أيضا، بعدنا بأول السنة للـ iPhone 22. خبروني تحت قولوا لي ما رأي يكون لها التليفون؟ هل تفكروا أن تجيبوه كتليفون زيادة تجعله معكم؟ لا سمح الله أصبح لها التليفون الأساسي لكم، يمكنكم أن تقلبوا عليه، أما تجيبوا هذا التليفون لأحداً للأولاد، للعائلة، للأهل، هذا الشيء لأنه لا يحتاجوا التليفون كثيرا، لكن يريدون أن يستمتعوا على رأي فيلم أفلام، يتسمعوا على موسيقى، أو يطلعوا على يوتيوب يعملوا هذه الشغلات، والبطارية تضعين مدة طويلة، 5000 ميلي أمبير، وعلى شاشة 2TB لا يوجد مثل هذه الشغلات، خاصة عندما أشارجها بسرعة 3 و 30 وات، هيا، شكراً لك أن تجدنا لشركة شاومي، وعطيتوا لي هذا التليفون لأعطيكم الخبرة التي فيها، ونرى وقالوا لي ما رأيكم فيه، وإن شاء الله إذا جدنا التليفون الثاني من رادمي، سأفعلكم أيضاً فيديوهات عنها، مع السلامة، سأراكم إن شاء الله في الفيديو الجديد.